السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا على يوم السبت 29 تموز يوليو القمر في برج القوس عنا خلوه مسار في نهاية النهار وأيضا اليوم في إيجابيات عالية ولكن في بعض العصبية وبتطلب مننا ضبط النفس والتحكم بالمشاعر طبعا القمر زي ما حكينا موجود في برج القوس هو الآن موجود في منزلة النعائم وهي للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 6 و 12 دقيقة صباحا من صباح اليوم السبت لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة بما أن القمر موجود في برج القوس معناته اليوم نشعر بالابتهاج نجد الناس أكثر مرحا ومننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية كما من ميلة الرحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسعن اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواي ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزوايا الفلكية اليوم في عمنا زاوية جديدة ظهرت على الساحة وهي زاوية تقابل سلبية بين عطارد وبين زحل وهي زاوية تاثراتها من يوم تسعة وعشرين سبعة ولا حتى يوم ستة ثمانية طبعا ذروة هاي الزاوية رح تكون يوم اثنين ثمانية هاي الزاوية يعني بتسبب التعب والقلق والحذر والميل للكآبة وبتحد من خيالنا تجعلنا شاردين الذهن متقلبين بتعرضنا للإرهاق اللي ممكن إنه يضر بصحتنا أما بالنسبة لدوليا فهي بالدل على انتقاد الصحافة والجرائد لتراجع المردودية في القطاع الفلاحي وكذلك في الصناعات الثقيلة ومؤسسات الدولة وبتشهد هاي الفترة بعض الاضطرابات والاحتجاجات لتحسين أوضاع اليد العامل في قطاع التعدين والمناجم وتحسين أوضاع المتقاعدين والشيوه وبيتم الكشف عن حقائق تاريخية مغلوطة أو فساد في بعض مؤسسات الدولة أو المؤسسات المالية أو الأمن الوطني أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين المشتري هذه الزاوية من يوم 28 سبعة ليوم 16 ثمانية طبعا ذروتها يوم 7 ثمانية بتبدد الحضوض في أي مسعى منقوم فيه بتنميل للعيش أو للعيش دون مستوانة منبذر مالنا مننجذب للمغامرات والمراهنات والإقمار والمضاربات المالية ممكن نتعرض لمشاكل مع السلطات أو العدالة وهذا الاتصال غالبا بيسبب مغالاة في النفقات وخسارة مالية وفشل في المشاريع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين عطارد وبين الزهرة هذه الزاوية من يوم 25 سبعة ليوم 37 طبعا بتعزز المواهب الفنية والأدبية تجعلنا ميالين للتسامح مريحين خفيفين الروح وهذا الوقت مناسب للحياة الاجتماعية والعاطفية والتواصل مع الآخرين منستفيد من الراحة اللي بتوفرن لها هاي الزاوية في الدعوات اللي بترافقها السفر وتسليئة أيضا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين الشمس وبين بلوتو طبعا تأثير هاي الزاوية من يوم 13 سبعة ليوم 37 بتور أعمال عنف ومواجهات العلاقة بالنيران والمعادن وبتعزز التسلط عند البعض وبحاول فرض سيطرتهم على الآخرين تضع عقبات في طريق نجاحنا وبتسبب أنها عدوات خفية كما أنها بتزيد من حدة شهوانيتنا وبرضو هاي الزاوية بتضر بالصحة وممكن تسبب أمراض خطيرة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين المريخ وبين المشتري تأثير هاي الزاوية من يوم 21 سبعة ليوم 13 ثمانية طبعا ذروتها يوم 1 ثمانية بتخلق جو من التسامح برضو ممكن نتسامح مع من أخطأ ويخطئ بحقنا من مد يد العن لإلهم كما أنها بتدفعنا للتراجع عن الخطأ بتجلبنا بعض السعادة العاطفية الكبيرة وبتدخل الإنفعال على علاقاتنا الجنسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديث إيجابية بين نيبتون وبين بلوتو هاي الزاوية من يوم 28 ستة إلى يوم 12 وهي زاوية منفصلة طبعا بتسبب عودة وضعية قديمة بترجع بتظهر على الساحة من أول وجديد ممكن تكون شخص أو معاملة أو موضوع برجع بظهر على الساحة وبيدعم وضعنا أكثر فأكثر أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم تأثيراتها وبشكل قوي عندنا زاوية طبعا اللي هي زاوية التثليث الإيجابية بين القمر وبين الشمس ما زالت مستمرة بتأثيراتها من عصر يوم الخميس ورح ظلها مستمرة حتى صباح يوم السبت فمنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا نطلق المساند والدعم من الأصدقاء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين زحل وتأثيراتها مستمرة لا غاية تقريبا منتصف الليل من واجه مصاحب وعرقية اللي بتطلب منا أن نبذل جهد لن نتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضود أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المريخ وهاي برضو تأثيراتها من الآن وحتى صباح يوم السبت ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمر روتيني فمن كون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب عند أي انتقاد أو أي مواجهة أو أي مساءلة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية طبعا تأثيراتها من ظهر يوم السبت وحتى ظهر يوم الأحد ذروة هاي الزاوية الساعة 11 و32 دقيقة من مساء اليوم السبت بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا ومنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الزهر هاي ذروة الساعة 11 و50 دقيقة من مساء اليوم السبت طبعا برضو تأثيراتها بتبدأ من ظهر يوم السبت وبتستمر حتى ظهر يوم الأحد بالنسبة لهاي الزاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطائهم وإبداعهم وبتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أنه نعيش أوقات ممتعة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار للقمر رح يبدأ الساعة 11 و50 دقيقة من مساء اليوم السبت ورح يستمر طبعا حتى تقريبا ساعة 43 و44 دقيقة من صباح يوم الأحد خلو المسار هي فترة سلبية يعني لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد طبعا هاي الزاوية بتأثيراتها من ساعات المغرب تقريبا يوم السبت وبتستمر حتى مساء يوم الأحد ذروة هاي الزاوية الساعة 56 دقيقة صباحا من صباح يوم الأحد بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة وبرضو بتزيد من خيالنا بتخوي من ذاكرتنا ومنطقنا بتمنحنا كفاءات للعمل التجاري وبرضو بصير في عنا ثقة بالنفس عالي جدا ومنتألق بفضل سهولة تعابيرنا بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عنا الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية هاي العضلات هي أو هاي الأعضاء اللي ذكرناها هي الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية جيدة للمراجعات الطبية العلاجات الحيطة إذا شعرنا بشيء غير اعتيادي من آلام مراجعة الطبيب فيها والعمليات الصغرى أو التصوير الأشعاعي ولكن لا تصلح للعمليات الجراحية طبعا هذا اليوم ما بنصح أنا بالعمليات الجراحية الكبرى لهاي الأعضاء زي ما ذكرت مناسب هذا اليوم لا الأمور اللي هي أخذ الفحصات والعلاجات أما بالنسبة لعمليات التجميل فطبعا أنا ما بنصح فيها نهائيا لأنه زي ما حكينا تراجع الزهرة يعني بيخلي النتائج مش بالشكل اللي أنت بالدكية فممكن تطلع النتائج مخيبة للآمال أو يكون فيها بعض الفشل فعشان هيك ما بنصح بأي عملية تجميلية ممكن أنها تترك أثر سلفي أما تنظيف البشرة وتقشير البشرة والأمور اللي زي هيك فما في أي مشكلة بالنسبة للشعر الزائد طبعا بالطرق التقليدية والأشخاص اللي ما بعانوا من كثافة الشعر الزائد بالطرق التقليدية أما بالليزر فالآن القمر في مراحل نمو فعشان هيك منقول برضو لا يصلح ليزلت الشعر الزائد بالليزر أما بالنسبة لقص الشعر طبعا قص الشعر الآن في مراحل النمو يعني يصلح لقص الشعر للنمو ولكن زي ما حكينا الصبغ ما بننصح فيه أما قص الشعر التجميلي وقص الشعر العلاجي ما فيه أي مشكلة الحنة ما فيه أي مشكلة ولكن المواد الكيموية إذا كانت اضطرارية ولكن يعني ما بحبذها بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدف عمر 12 يوم في تمام السحة وحدة و 47 دقيقة بعد الظهر بصيد 13 يوم نسبة الإضاءة بتصير 88 في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم 23 ثمانية سعيد بنسبة 15 في المية طبعا طيلة اليوم القمر في القوس حتى يوم 30 سبعة منتحس الآن بنسبة 40 في المية في ساعات بعد منتصف هاي الليلة اللي الجمعة على السبب بصير منتحس بنسبة 10 في المية أما في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 15 في المية ساعات العصر بترتفع نسبة السعادة لـ 45 في المية عطارد في العذراء طبعا رح يظل يوم 23 ثمانية في حركة أمامية سعيد بنسبة 10 في المية الآن في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 30 في المية الزهرة في الأسد بيتراجع حتى يوم 4-9 منتحس بنسبة 60 في المية المريخ في العذراء حتى يوم 27 ثمانية سعيد بنسبة 15 في المية المشتري في الثور حتى يوم 4-9 منتحس بنسبة 15 في المية زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 4-11 منتحس بنسبة 10 في المية أورانوس في الثور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 30 في المية نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 10 في المية البلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 15 في المية ياريت اللي ما اشترك بالقناة إذا كان مش مشترك يشترك إذا ما حط لايك يحط لايك ما حط كومنت يحط كومنت ما حط دسلايك يحط دسلايك ما سب علي سب علي والكبستين اللي حكينا عنهم اللي إلهم علاقة بالدعم والتبرع والانتساب والتشكرات والمش عارف إيش وهدولا ما تكبسوا عليهم وشكرا لحسن الاستماع وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنشطه في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة والتعامل مع الأجانب والامتحانات الجامعية والأمور هاي وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم تستعيدوا حماستكم تنطلقوا في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة بتطلقوا إشارة أو خبر فترة نشطة جدا ممكن تشكل محطة للانطلاق بورشة جديدة برضو على المستوى العاطفي جيدة ولكن احذر من العصبية وتقلب المزاج برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكوا تخففوا من النفقات المتصاعدة بتكوا تحسنوا أداءكم وتفاوضوا بمرونة استفسروا عن كل المعطيات حاولوا إيجاد حل وسط وحاضروا من المواقف المتصلبة وحاولوا أنكم ما تكونوا قاسيين جدا مع أحباءكم وما تهملوا الواجبات يعني في بعض المسائل اليوم بدها بعض التركيز وخصوصا على المستوى المالي وبرضو انتبهوا من المحتالين برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا هذا اليوم يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة ولكن القمر ما زال موجود مقابلكم صحيح ممكن يكون هذا اليوم جيد للمصالحة أو تراجع عن قرار سابق أو التقرب من شركائكم بالمال أو العاطفة ولكن بدكوا تتجنبوا الغضب والانفعال وما تدعوا أي شخص يستفزكم احمي سمعتك من التشويه حاول انك يعني اذا عندك امتحان يعني تكون جاهز ومستعد بضبط النفس والحكمة والسيطرة على ذات وتحاول انك تتحامل على نفسك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا انجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك التركيز اليوم على العمل وعلى الصحة فعشان هيك بتكو تنتبهوا لعملكم حول ما تتأخروا وما تتغيبوا وانجزوا العمل بوقته خصوصا لأعمال المهمة وانتبهوا لغذاءكم وراحتكم وكونوا واضحين في أولوياتكم وما تدعى اي شخص يثير انفعالك او غضبك نظم وقتك بشكل جيد لانه ممكن تتزامن الواجبات والمسئوليات وحاول انك تحترم المواعيد برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد طبعا اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم والتواصل معهم او اللقاءات العاطفية او التقارب ما بينكم بين احد الاحبة او الابناء وما بيتخلى الحظ المالي عنكم وبترتفع المعنويات بدك تكون اكثر مرونة لانه اليوم ممكن تحقق انجاز مهم وبتنتعش العواطف من جديد وبتشتد الروابط متاني وثقة ولكن تقلب المزاج في بعض الاوقات او الحساسية ممكن يترك عندك بعض الامور اللي ما رح تكون سهلة برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة بوسعكم اليوم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم والتقرب والتقارب ما بينكم بين افراد العائلة بتجدوا تعاون من افراد العائلة وبتكثر شوي بعض الضغوط او المسئوليات او المتاعب العائلية او الهموم اي فترة فيها نوع من التوتر على السعيد الشخصي او العائلي حاذروا من الخلافات والمشاعر السلبية لانها ممكن تعاكسك الظروف وتسبب لك بعض الارباك طبعا الاهتمام كله رح يكون على البيت والعائلة وما يتعلق بهما برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لا اجتياز امتحان وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع الاخوة او الجيران او الاحبة اليوم بناسبة اليوم تكثيف تحركاتك وبإمكانك انك تعبر عن آراءك بحرية وجراءة تامة وبتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة وتعتبر هاي الفترة فيها نشاط عالي وكثافة بالاتصالات والاهتمام بما يتعلق بهذا الامر مثل الالكترونيات او السيارات والاحبة ايضا برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب اليوم بيحملك فرصة لمكسب مالي بيجي على الاغلب من عمل اضافي مع هيك بتكونوا حاذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تخططوا لرحلة جديدة او تحددوا الاولويات والميزانية المالية ممكن تتلقى هدية او تقدم على استثمار او مصاريف منزلية طارئة ولكن اهم شيء انك تنتبه من المصاريف والنفقات والالتزامات اللي ما رح تقدر توفي فيها بسبب الضغط الموجود الآن وايضا اهم نقطة احذر من النصابين والمحتالين برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس طبعا اليوم ثقتكم بانفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم كتبادروا لخطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية تطالعك هاي الفترة على خبر بيكون بمثابة اشارة او انطلاق جديد فترة نشطة جدا وفيها حماسية بفضل الله اولا وايضا طاقة القمر الموجودة فعشان هيك اليوم ممكن تتلقى جواب او تنطلق بمشروع ما او تبدأ بتنفيذ فكرة لها فترة في رأسك هيك حابب انك تتحرك باتجاهها ممكن تكون الامور يعني لصالحك بشكل قوي وخصوصا هذا اليوم برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بدكوا تنتبهوا اليوم لانه القمر برضو لسه موجود في بيت المتاعب لغاية تقريبا صباح يوم الاحد فعشان هيك اليوم بدكوا تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم عدم المبالغة في انجاز ما لديكم من عمل متراكم حاولوا انكوا تستريحوا ما تعرضوا نفسكم للمسئوليات الكبيرة والصعبة والفارغة خففوا من وطيرة عملكم ما تحسموا اي امر وما تنجرفوا وراء افكار سودة وهواجس يعني شوي ممكن تسبب لكم ارهاق وتوتر احذروا من الوسواس والارق والقلق الغير مبرر برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم اشخاص ممكن يحققوا امني بمساعدة صديق ومنكم اشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة اهم شي انه ما تبقوا وحدين بل ساروا للمشاركة باي شي اليوم نشاط عالي اجتماعيا ومكاسبك من علاقاتك انت اليوم بحاجة للنصيحة بانتظارك لقاء او موعد ناجح ومميز اهم شي انه ما تهم الواجباتك وكون منظم ودقيق طبعا العلاقات الاجتماعية اذا عندك وسطة او بدك وسطة اليوم تقدر تتحرك بهذا الاتجاه عشان تنجز بعض الامور برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر موجود يعني في البيت العاشر اللي نعتبره احنا بيت السمعة فيعتبر هذا اليوم يوم مناسب للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على انجازاتكم القائمة في مجال العمل وعلاقاتكم مع المسؤولين ولكن اليوم شوي ممكن انك تغار على مصالحك او على وضعك وممكن شوي تدفعك للتهور او المبالغة فحاول انك ما تشوه سمعتك بتصرفاتك طبعا هذا اليوم يعتبر يعني منقدر نقول يا اسوأ يا انجح ايام الشهر فعشانك لازم تركز بشكل جيد عشان النجاح فشوي الاجواء ثقيلة على الاعصاب والمعنويات ولكن حاول انك ما تتضمر على مسمع من احد واصبر يا ريت برضو من ارجع من ذكر اللي ما حط لايك او ديس لايك او كومنت او اي شيء يعني يكبس على الكبسات اللي موجودة تحت حطنا اللايك وبرضو اذا مش مشترك يشترك واذا مشتركين تأكدوا انكم فاعلين زر الجرس على اساس انه الاشعارات توصلكم بالوقت وشكرا لكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشهد انت